اشتركوا في القناة وبطريقة سهلة جدا الجميع يعلم جوجل كروم تدخل على جوجل كروم وسأترك لكم الرابط في صندوق الوصف هذا هو الرابط ستعطيك هذه الصفحة الرئيسية فيها مجموعة من الشروط إذا كنت تتقن اللغة الإنجليزية كما نفعل فأنت قرأ كل هذه الشروط التي أعتقد أنه يعني لا حاجة لك بقراءتها إذن الإخوان الما يهم هو البيجين أنتري البيجين أنتري الدوس على الأخضر هذا وسيعطيك هذا الأيقون للتحقق من أنك لسه بروبوت إذن إذا رأيت الحروف تكتب الحروف كما هي وستعطيك الصفحة الرئيسية هنا يجب أن الحيط والحذر من المعلومات لأن هذه المعلومات هي التي ستخول لك المشاركة في البرنامج إذن الإخوان هنا اللاث فاميلي اللاث فاميلي هو الاسم العائلي الاسم العائلي يعني يجب أن تكتب اسمك العائلي مثلا لامي هنا الاسم الشخصي الفيرس نايم إذا لم يكن لديك فيرس نايم تضغط على نوع فيرس نايم مثل خليد هنا الميدل نايم الإخوان في المغرب وفي أفريقيا أو في الآسيا ليس لديهم أعتقد أو ليس لديهم الميدل نايم تفعل هذا الجرس هنا الجندر الجندر يعني ميل أو فيميل ميل يعني رجل الموت البيرس داي يعني تاريخ الزياد مثلا شهر ستة اليوم داي مثلا عشرة والسنة سنة مثلا الف وتسعمائة وتمانية وتسعين المدينة التي ولدت فيها إن كانت معروفة تكتبها وإن كانت غير معروفة لا تكتبها بالنسبة لنا سنكتب بملك كازا بلانكا كونتري وير يور بورن أو الدولة التي ولدت فيها نعم هنا عزيزي المشاهد الدولة التي ولدت فيها بكل بساطة تضغط هنا ستجد مجموعة من الدول ألجيريا موروكو أندورا بما أننا في دولة المملكة المغربية الشريفة سنضغط على المملكة المغربية أين هي موروكو 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 عفوا هنا موروكو نعم المغرب لديها القابلية للمشاركة لأن بعد الدول منعها ترامب من المشاركة في هذا البرنامج لدينا القابلية إذا كانت لا تكتب وتذكر الدولة التي لديك هنا أعزائي المشاهدين سنشرح البارت المهمة هي البارت الباسبور يجب أن يكون لديك جواز صفر صالح لستة أشهر صالح لستة أشهر وستدخل المعلومات ستدخل المعلومات هنا name of on the passport يعني الاسم العائلي على الباسبور لامي بار اكزامبل الفيرس نايم خاليد الفيرس نايم هو الاسم هذا إذن لك لديك الفيرس نايم تضغط لنو فيرس نايم هنا no middle name الباسبور ستجدونه في الجواز الصفر يتكون من حروف وأرقام بار اكزامبل هكذا الباسبور يعني نهاية تاريخ نهاية صلاحية للباسبور مثلا 11 الدي عشرة 2022 بالنسبة لنا هنا الدولة التي مناحت لك هذا الجواز موروكو أشرح بسرعة لأن هذه الأمور هي بسيطة جدا بسيطة للغاية نبحث عن موروكو إن كانت لديك دولة أخرى التي مناحتك الجواز ستقوم بالضغط على اسم هذه الدولة موروكو قلنا هنا الخاصة بالأشخاص الذين ليس لهم الباسبور أو لديهم مشاكل في الحصول على الباسبور يعني الأشخاص لديهم مشاكل حروب ومشاكل أعتقد في الجنسية هذه مخصصة لهم بما أننا ليس لدينا مشاكل الحمد لله فهذه البارت تبقى فارغة بالنسبة لأشخاص السليمين الذين ليس لديهم أي مشاكل في الباسبور هنا الانتري فوتوغراف الانتري فوتوغراف نصيحتي يجب أن تذهب عند فوتوغراف احترافي وتطلب منه قياسات تطلب منه قياسات الصورة للقرعة الأمريكية سيقوم ب احترام كل المعايير المطلوبة هنا فيما يخص بالميل الميل أدرس هنا ستضغط على الأدرس ولديك هنا الأدرس إذا لم تكتمي لديك بإيضا أدرس لكل شخص عنوان مثلا وهنا تتمت العنوان هنا المدينة المدينة كازابلانكا هنا أين تسكن في كازابلانكا أو بما يخص الدرب أو المقاطعة أو مهم العنوان هنا كل المعلومات الخاصة بالعنوان مثلا سيدي البرنوسي هنا الرقم البوستا رقم البوستال أو رقم بريد البريد اللي الدرب التي تقطنوا فيه أو البلاس اللي تكون فيها مثلا 2700 هنا إذا لم يكن لك بوستال كود تضغط بوستال كود أو زيب كود هنا الكونتري موروكو 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 K-E-L-M موروكو هنا النبر فون المرجو تضغط على الرقم الهاتف مع لا نيغاتيف تاعة الدولة مثلا 249 27 8 5 هنا الميل آدرس رقم 12 الميل آدرس هنا الميل آدرس هنا confirm الميل آدرس ميل إعادة الميل آدرس هنا الغيب موروكو يعني آخر مستوى دراسي لديك هنا الدراسة الأولية فقط المستوى الدراسي لديك إذا كان لديك يعني الجامعة ستقوم ب إذا كان لديك الجامعة ستقوم إذا كان لديك البكالوريا هاي سكول ديجري ومطلوب فقط أن يكون لديك البكالوريا لأنه بدون بكالوريا لن تستطيع المشاركة في هذا البرنامج هنا متزوج أو غير متزوج الحمد لله نحن غير متزوجون هنا متزوج ولديك هذه إضافة جديدة أعتقد يعني متزوج ولديك زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية مطلق أو غير مطلق أو مفترقين ستضغط على هذا الاختيار وتعبي هذه المعلومات هنا لديك number of children بالنسبة لأشخاص المتزوجون كعدد الأطفال لديهم نحن لدينا السفر سنضغط السفر إذن أعزائي مشاهدي قناة الحولي الصردي عندما تنتهي من جمع المعلومات تضغط على أنتري وستحصل على مراجعة لمعلوماتك المعلومات التي أدخلنا هنا هي معلومات خاطئة فقط من أجل الشرح ومن أجل إذن ستحصل على هذه المعلومات كما أدخلتها لكي تصحح لتصحح المعلومات كل المعلومات ستقرأها من أجل أن تضغط النقرة الأخيرة لكي تحصل على الكود الذي سيخول لك التفحص عندما ستطلع النتائج أعتبر عن اللغة العربية ولكن أعتقد أن الرسالة واضحة هنا المعلومات كلها وستضغط على سوب ميت سوب ميت يعني أنك قررت المشاركة ولديك الحق في مشاركة واحدة إذن أعزائي ومحبي القناة يجب أن تتفحصوا المعلومات جيدا لأن هذه المعلومات هي التي ستشكل لكم المفتاح في النجاح إن شاء الله هو الاختيار في القرعة وعندما ستنجحون ستعتمدون على هذه المعلومات لأن أي خطأ في المعلومات يعني الإقصاء إذن لكي تعرفوا مدى قيمة هذه المعلومات يجب أن تحضروا الجواز الصفر الكالسين أو البطاقة التعريفية أو أي معلومة ستحتاجها رقم الهاتف الإيميل أدرس وأركز وأشير إلى الميل أدرس الميل أدرس يجب أن يكون لديك الدخول له لأنه هو الذي ستحتاج إليه عندما تريد أن تشك في الريزول إذن ركزوا جيدا الميل أدرس أو البريد الإلكتروني يجب أن يكون لديك ومحصن وتعرفوا الكود الباسورد لكي لا تضيع عندما ستطلع النتائج إن شاء الله وبهذا نقول أننا انتهينا من شرح كيفية تشجيل في القرعة الأمريكية عبر الهاتف وبدون مساعدة أحد وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى السيربر كوفي أو إلى الكمبيوتر فقط من الهاتف وبنقارات بسيطة أي استشارة أو أي معلومات تحتاجون إليها فقط كلموني أو أترك كومنت بلو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا نعلم أن المحتوى القناة هو بعيد كل البعد عن هذه الأمور لكن أقولها وأكررها عندما تكون لديك القدرة على مشاركة المعرفة وأن تعرف أن هناك من يحتاج إلى المعرفة فشاركها وهذا هو الشعار لدي في هذه القناة هي قناة مخصصة بالحول الصردي ولكن بين الحينة والأخرى سنشارك معكم المعلومات التي نعرفها شكرا ولا تنسونا من تفعيل الجرس والضغط لايك ومشاهدة الفيديو إلى النهاية وشكرا وإلى اللقاء